شاهد وجريح بين فترة وأخرى من عناصر قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة نتيجة المصادمات المباشرة مع مروجين ومتعاطين وبحسب محاضر الضبط الدورية فأن الكريستال ميث يحتل المرتبة الأولى رواجا وتعاطيا إضافة إلى الحشيشة المخدرة والكوكايين في البصرة زخم العمل وتزايد الموقفين والمحاكمين بقضايا المخدرات عرق للحصول على لقاء مع الجهات الأمنية المعنية لنحصل على تفسيرات الانتشار الكبير لهذه الظاهرة من حكومة البصرة المحلية البصرة الممر الرئيسي لتلك السموم التي تأتينا من خارج الحدود ومن بلدان تدعي الإسلام وتدعي الحدودية مع العراق وبالخصوص مع البصرة حاليا نرى بأن المجتمع أكثر أسباب نزاعات العشائرية بسبب وجود مادة المخدرات إضافة إلى ذلك مما أثر سلبا على المجتمع النشاط المدني لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات وترويجها لا يكفي لتحجيمها فخطورة الأمر المنتشر بشكل مخيف تضع آثاره السلبية بكفة موازية لكفة خطورة تفشي فيروس كورونا انتبهوا مشاكل أخرى تصيب المجتمع كثير من المشاكل وأهمها هي مشكلة المخدرات اللي حاليا أغلب تجار المخدرات ارتاحوا لأنه الناس من التهية بكورونا وناسية هذا أنا بصراحة من خلال منصتكم ناشد منظمات المجتمع المدني إنه ما تنسى هذا الموضوع إن موضوع التوعية على آفة المخدرات يوازي الموضوع التوعية على فيروس كورونا بطالة وحدود مفتوحة عوامل ساهمت بتفشي آفة المخدرات بين الحين والآخر شهداء وجرحة من عناصر قيادة شرطة البصرة نتيجة المواجهات المباشرة مع التجار والمروجين والمتعاطين من أمام مقر قيادة شرطة البصرة أركان تاقي قناة التغيير